تعالى أخدك ونروح على كلمة الرئيس النهاردة أو جانب حتى من كلمة الرئيس النهاردة في احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر النهاردة يا سادة يا كرام الاحتفالية كانت في مركز المنارة للمؤتمرات الدولية في القاهرة الجديدة فخمت الرئيس فخم آسف فخمت الرئيس كرم مجموعة من الفائزين في المسابقة العالمية لتسعة وعشرين للقرآن الكريم من مصر ومن الدول الإسلامية كمان رئيس كرم حفظة القرآن الكريم الحفظ الكامل وفهم المعاني والمقاصد العامة وأصحاب الصوت الحسن من الجنسين خد بالك من الجنسين طب أنا أقول لك على حاجة يا لطيفة أنت عارف أن أول صوت تل القرآن الكريم على الإذاعة المصرية لم يكن مولانا الشيخ محمد رفعت كانت قارئة مصرية أنت وصلك المعنى طيب أنت عارف أنه أول التطرف كان عقب أثناء أواخر الحرب العالمية التانية بعد كده ألقى فخمت الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمته اللي دع فيها إلى موصلة الجهد المحمود لنشر العلم الديني الوسطي وتوضيح صحيح الإسلام والتعريف بجوهره الحقيقي كقوة دفع إنسانية هائلة من أجل الخير والتقدم والإزدهار قال إن طريق العمل الدقوب والكفاح هو السبيل لمن ابتغى سدادا ونجاح الرئيس في كلمته قال إن ربنا سبحانه وتعالى قد اصطفى من بين ليالي شهر رمضان ليلة اختصها بمزيد من البركات والفضائل بأن أنزل فيها القرآن الكريم لتصبح ليلة الأمن والأمان والسلام وليلة الرحمة والنور والهدى الرحمة والنور والهدى الله هو نور السماوات والأرض الله هو الهادي وصاحب الهدى الله اختص نفسه بصفة الرحمة وسمى نفسه الرحمان والرحمان في اللغة صيغة منتهى جموع فتيجي صفة الرحمان دي تحديدا اسم الرحمان ده هو الاسم الوحيد من كل الأسماء المعروفة لرب العزة اللي موصوفة بصيغة منتهى الجموع ده يخليك تعد تفكر في إيه أن الله فضل الرحمة على سائر الصفات الرحمان على سائر الأسماء ربنا دعى نفسه بكده قال الله الرحمان وسمى نفسه أسامي كتير وموجودة تمام عارفينها من جوة القرآن الكريم وهكذا وحاجات من حديث النبي عليه الصلاة والسلام وما إلى ذلك بس لما قال ادعوني الله أو الرحمن فكر أنت بقى رحمن يعني مفيش تشدد رحمن يعني مفيش تطرف رحمن يعني مفيش عنف رحمن يعني مفيش تكفير رحمن يعني مفيش قتل رحمن يعني مفيش أنك تقف قدام أبناء الشرائع سماوية كانت أو ديانات نعتقد أنها وضعية أو لا نعتقد أنها وضعية مش موضوعي أو حتى واحد ملوش دين مش موضوعي أنا مالي هقف وشه ليه وجابه ليه وتحدى ليه وكفره بأمرت إيه وقرر إذا كان داخل جنة ونرب صفتي إيه الواحد الأحد القهار هو الوحيد اللي من حقه يقرر مين مؤمن ومين مش مؤمن مين في الجنة ومين مش في الجنة ومين في أنه درجة في الجنة ومين في أنه درجة في النار البشر اللي يدي لنفسه هذا الحق شو أقدر أقول لك كافر أنا مليش حق أكفر حاج بس تفكر أنت بقى